مرحبا اليوم راح احكي عن مرض السرطان وكيف بتكون السرطان مش مرض واحد لكن هو مجموعة امراض وكلها تتميز بنمو وانتشار هذه الخلايا غير الطبيعية بصورة غير متحكم فيها للتوضيح اكثر نذهب الى جسم الانسان الذي يتكون من عدة اعضاء مثل الكبد الكلا الرئتين وعضاء اخرى وكل عضو فيهم بتكون من مجموعة خلايا متخصصة عشان تساعد العضو للقيام بوظيفته والخلية هي الوحدة الاساسية للحياة وداخل الخلية يوجد مادة تسمى DNA او الحمض النووي اي المادة الوراثية وهو المتحكم الرئيسي في الخلية حيث ان العلماء يعتبروه مخ الخلية وخلال الحياة الطبيعية دائما الخلايا في حالة موت وتجديد نتيجة عوامل كثيرة وعشان نعرف كيف بتتجدد الخلايا من روح لمفهوم يسمى السل سايكل اي دورة حياة الخلية اللي بتوضح لنا كيف السرطان ممكن يتكون والخلية عشان تنقسم وتبني خلايا جديدة لازم اتمر باربع مراحل اساسية المرحلة الاولى اسمها G1 وهي المرحلة التي يتم فيها الاستعداد لتصنيع الحمض النووي الديان اي المرحلة التانية الاس وهي المرحلة اللي يتم فيها تصنيع الديان اي اللي اعتبرناه مخ الخلية المرحلة التالتة تسمى G2 وهي المرحلة التي يتم فيها الاستعداد لانقسام الخلية والمرحلة الرابعة والأخيرة تسمى M وهذه المرحلة التي يتم فيها انكسام الخلية بين هذه المراحل يوجد Check Points أي نقاط تفتيش للتأكد أن كل العمليات أثناء انكسام الخلية تسير بالشكل الصحيح نقطة التفتيش الأولى توجد بين G1 و S ونقطة التفتيش الثانية توجد بين G2 و M وإذا هذه نقاط التفتيش وجدت خطأ حصل في أي مرحلة من هذه المراحل يتم تفعيل في الخلية ما يسمى بالأبابتوسيز أي Program Cell Death ومعناها الموت المبرمج للخلية ووظيفته الأساسية أنه يموت الخلية اللي صار فيها خلل عشان ما يسمح لها في الانكسام والانتشار وهذا ما يحدث في الظروف الطبيعية أما ما يحدث في الخلايا السرطانية هو أن حالة الأبابتوسيز ما بتشتغل وبالتالي الخلية اللي حصل فيها خلل لا تموت بل تستمر بالنمو والانقسام مكونة خلايا سرطانية جديدة وتنتشر تدرجيا إلى كل الجسم دون السيطرة عليها والذي يجعل عملية الأبابتوسيز أي موت الخلية المبرمج أنه تتعطل هو أنه لما الخلية تتعرض لأي مسبب من مسببات السرطان بتعمل شغلتين داخل الخلية أول شغلة إما بتنشط خلايا تسمى أونكوجينز معناها الجينات المسرطنة وهي الجينات اللي بتخلي الخلية تستمر في الانقسام والتجديد بطريقة غير متحكم فيها ثاني شغلة أو بتعطل خلايا تسمى التيومار سابريسر جينز مثل البي فيفتي ثري وهي الجينات اللي بتوقف نمو الورم وعشان توضح الفكرة أكثر بدنا نفرض أنه الخلية عبارة عن سيارة وأنه دعسة البنزين هي الأونكوجينز ودعسة البريك هي التيومار سابريسر جينز فكانه بالضبط أنت راكب السيارة دعسة البنزين هي لحالها شغالة أما دعسة البريك مش شغالة وإنت ماشي بسرعة 100 كم بالساعة فتصبح السيارة خارجة عن السيطرة حتى لو فيه نقاط تفتيش مش راح تقدر تتوقف وهذا بالضبط اللي بيصير في الخلية السرطانية فتصبح خارجة عن السيطرة مما يؤدي إلى نموها وانقسامها وتكوين عدد لا نهائي من الخلايا السرطانية اللي بتتكون مع بعض وتعمل ما يسمى بالتيومر أي الورم وبما أنه حكينا عن الورم فيه كم مصطلح مرتبط بالسرطان مثل benign tumor malignant tumor والبيوبس الbenign tumor معناء الورم الحميد وهو ورم موضعي يتكون في عضو واحد وما بهاجم أعضاء أخرى أما المالignant tumor وهو الورم الخبيث وهذا يتكون في عضو ويبدأ بالانتشار ومهاجمة أعضاء أخرى أما البيوبسي فهي عينة بخدها الدكتور من الورم مشان يفحص ويتأكد إذا الورم حميد أو خبيث الفيديو الجاي رح أحكي عن أنواع السرطان وما هي أهم أسباب الإصابة بالسرطان وما تنسى إذا أعجبك الفيديو ولمتابعة فيديوهات أخرى اعمل لايك وسبسكرايب للقناة ترجمة نانسي قنقر